افتتحت وزيرة ثقافة نيفين الكلاني أعمال تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة رود الفرق في منطقة شبرى والذي يخدم قطاعاً كبيراً من الجمهور من سكان الحي العريقة المزيد في التقرير التالي على مساحة 10 ألف متر مربعة تم افتتاح قصر ثقافة رود الفرق في حي شبرى بالقاهرة بعد أن تم رفع كفاءة وتطوير بأحدث الوسائل وتقنيات ويتضمن القصر المبنى الإداري وقاعة نادي تكنولوجيا المعلومات ومكتبة للأطفال وحديقة ترفيهية أتمنى أن كل مدينة وكل قرية يبقى فيها قصر ثقافة حتى لو حاجة صغيرة علشان تبقى منارة للتنوير الثقافي في الدولة كلها طبعاً معمول فيه جهد كبير جداً وأنا بشكر كل الناس اللي شاركوا في التطوير وفيه خطة للأنشطة محدودة والخطة دي قدامنا البروتوكول الموقع مع التربية والتعليم يعني الأنشطة اللي بتتعامل في المدارس تحت إشراف وزارة الثقافة حتتنقل لقصور الثقافة في الأجازات عشان يبقى فيه استمرارية للأنشطة الفنية والثقافية شهد القصر أعمال تطوير وتوسيع لمصرح القصر ليتسع لحوالي 330 مقعداً واستحداث مصرح للطفل ليتسع لحوالي 150 مقعداً ومرسماً للفنون التشكيلية وقاعة معارض لمنافذ الكتب التي تصدر عن وزارة الثقافة الحقيقة خلال العام اللي هي العامة لأصول الثقافة استطاعت أن نتطور أصر الثقافة بما يتواكب مع جمهوريتنا الجديدة إحنا بقى عندنا سينما وبقى عندنا مصرح للطفل وعندنا كيتز إيريا وعندنا مكتبة للأطفال ومكتبة للكبار وعندنا نادي للنوادي التكنولوجيا وعندنا نوادي المرأة وعندنا منافذ لبيع الإصدارات الهيئة ومنفذ لبيع منتجات الهيئة سواء من الكتاب أو من الحرف اليدوية الحقيقة الأصل الثقافة تطور أنه يحوي كافة الأنشطة الثقافية والفنية اللي تخدم المواطن المصري وخصوصا أهالينا من شبرة وروض الفرق أنا مبسوطة جدا ولازي كمان مبسوطين جدا لأن إحنا ما نعرفش أنه بتتم النشاطات دي إلا قريب بعد التجديد اللي حصل ده فجئنا بمكتبة وكيتز إيريا ومصرح وأنشطة جميلة جدا فلما بلغونا النهاردة أنه في حفلة للأولاد ورسم وكده فرغم أنه فيه ظروف امتحانات لكن أنا جبتهم وكيت يعني الحمد لله فعلا فيه طفرة في المكان من حيث المكتبات من حيث الجنينة من حيث الدخل بتاع الأصر نفسه يعني ما شاء الله التجهيزات حلوة جدا الشكل بقى يعني فيه تطور فيه فيه أمل أن الأطفال تبتلي تستفيد حاجات أكتر يعني فيه إفادة فيه كبار ممكن يستمتعوا بالتسينما دي فكرة جديدة ما كانتش موجودة أصلا يعني فالموضوع حلو جدا القصر تم إنشاؤه في سوق رود الفرق السوق الأشهر في السينما المصرية الذي بني على التراز المملوكي والإنجليزي عام 1974 ليتحول إلى قصر ثقافة يخدم العديد من المواطنين والأهالي في حي شبرى مصر أحمد الحسيني التلفزيون المصري